تتواصل في القاهرة فعاليات مهرجان عسل النحل المصري الخامس والذي انطلق بمشاركة عشرات من الشركات المصرية والعديد من النحالين من مختلف الدول العربية المهرجان ينظم اتحاد النحالين العرب بالتعاون مع وزارة الزراعة ضمن حزمة من المهرجانات للتوعية بأهمية مشروعات تربية النحل وإنتاج العسل في خدمة الاقتصاد القومي وتحسين أوضاع النحالين لخدمة الصناعة تحت شعار النحال سفير الخير انطلقت النسخة الخامسة لمهرجان العسل المصري في الفترة من الرابع والعشرين إلى الثامن والعشرين من نوفمبر في حضيقة أوزوريز بمركز المؤتمرات بمدينة نصر بهدف تطوير صناعة تربية النحل وفتح آفاق جديدة لتسويق منتجات العسل في مصر والوطن العربي والارتقاء بمستوى صناعة العسل المصري مهرجان العسل حقا نجاحات سابقة في أربع دورات متتالية في القاهرة والأسكندرية بدأ يطور النحال الحمد لله زي ما حضراتكم شايفين وتجولتوا في المهرجان النهاردة ان فيه تطوير كبير جدا فيه التعبئة والتغليف والجودة بقى فيه نشاط كبير قوي في قطاع تربية نحل العسل في السنوات الأخيرة الدولة واهتمام الدولة بقطاع تربية نحل العسل وزارة الزراعة وقسم بحوث النحل واللي يقدموا من خدمات جليلة لجموع النحالين في مصر والوطن العربي مثل هذه المهرجانات بتضع مصر على خريطة الدول التي تهتم بتربية النحل وتجعلها في المقدمة ومصر دلوقتي يعني بتتميز بأنها وصلت لدور كبير في تطور تربية نحل العسل بمصر والوطن العربي احنا بنعتبر الدولة الأولى على مستوى العالم في تصدير ترود النحل الحي يعد المهرجان فرصة وعيدة للنحالين والشركاء الاستراتيجيين والعارضين للقاء والتفاعل معا ومع جمهور المهرجان والتعريف والترويج بأهمية قطاع نحل العسل للاقتصاد المصري بالإضافة لتعريف المهرجان كوجهة سياحية وتجارية وعلمية وترفيهية لجميع المهتمين بنحل العسل حول العالم المهرجان هنا النهاردة فيه 44 شركة مشتركة والمهرجان نقطة وصل ما بين السوق ومستهلك وما بين النحال وبتقرب المسافات يعني بتقرب المسافات بيخلي كل مستهلك يتعرف على نوع العسل لنسبه ونوع العسل وسعره ومنتجه وبيتقرب المنتج للمستهلك المشاركة الاستنادي في المهرجان كويسة جدا بطرق التغليف جميلة جدا 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 المشاركة وسعة وجميلة جدا وإحنا حضرتك من السفات أن النحالين بتتعرف على بعضها بتاع الصعيد بتاع البحيرة كله بتتعرف بعضه تمام أدي أول حاجة حاجة تانية أن الناس بتتعرف ما هي أنواع العسل تمام وما هي خواص العسل تمام في حاجات كتير جدا السنة دي موجودة يعني أحسن من أي سنة فاتت النسخة الأولى من المهرجان انطلقت عام 2019 تحت إشراف اتحاد النحالين العرب حيث تعد مصر رائدة في إنتاج النحل على مستوى العالم لما لها من مقاومات لهذه الصناعة فيمتاز النحل المصري بالجودة العالية ويتميز النحال المصري بأنه قادر على المنافسة واحتلال مركز متقدم بين نحالين العالم لقدرات على مواجهة التحديات المختلفة التي تواجه تربية النحل مشروعات تربية النحل تعد من المشروعات الناجحة لدرواد الأعمال من النحالين في مختلف محافظات الجمهورية وإقامة مثل هذه المهرجانات تعد فرصة وعيدة للنحالين المصريين للقاء نظرائهم من مختلف محافظات الجمهورية وأيضا للقاء نظرائهم من مختلف الدول العربية للاستفادة من الخبرات المختلفة في مجال صناعة عسل النحل أحمد الحسيني التلفزيون المصري